انطلقت فعاليات التدريب المشترك راكل 2 في مصر بمشاركة عناصر من القوات الخاصة لكل من السعودية والإمارات واليونان وكبرس فضلا عن مشاركة كل من الأردن والولايات المتحدة الأمريكية والكنغو الديمقراطية والبحرين بصفة مراقب تستمر فعاليات التدريب على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالي بقاعدة محمد نجيب العسكرية وبمناطق التدريب المختلفة بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية تتضمن المرحلة الأولى من التدريب مراسم الافتتاح وإجراءات دمج وتعارف للقوات المشاركة لتوحيد المفاهيم ومعرضا للأسلحة والمعدات المستخدمة في التدريب فضلا عن عقد محاضرات في مجالات الأمن السبراني والقانون الدولي الإنساني